البطاطا التي لدينا نسميها البطاطس بطريقة صحيحة يمكننا أن ننقعها في مياه بتلك سيسحب قليلا من السكر والنشويات التي لديها ونسيبها في التلاجة أثناء الليل كله وفي العموم يجب أن يكون لدينا شيئا اسمها تقلي البطاطا بدون زيت هذا يجب أن نستثمر بها لأنها تعودنا عن أن نأكل المحتوى الغطسان أو غرقان في دهون كثيرا أولاً نقعها في مياه بتلك ثانياً الإيرفراير وهذا شيئاً إجابية والأطفال؟ والبطاطا ستكون معاً ممتازة